مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا معك توني فرانسيس بصلي ان البودكاست طبع اليوم يصلك صديقي اليوم بدي احكيك شوي عن ملائكة الرب الملائكة هيدا موضوع كتير مهم بحياتنا الروحية ولازم نعرف مراثنا بالمسيح يسوع ولازم نعرف محيطنا الروحي مثل ما بنعرف محيطنا بالعيين او بالطبيعة يعني هلأ انا قاعد بقودة في صوفيات في لابتوب قدامي في تليفون في تليفزيون الى اخره فبتطلع وبشوفهم وبميزهم وبعرف انه بيدول قودة بيدول اعلان بعرف ان الصوف وهي هون لا قدر بقعد عليها هذا التليفون محطوط هون بالزبط استخدموا الاتصال الى اخره فمتل ما منشوف بالعالم المادي كمان لازم نشوف بالعالم الروحي ومنشوف بالعالم الروحي على ضوء كلمة الله وإلا ممكن ننخدع بكتير شغلات اذا ما بنعرف بالكتاب المقدس شو اللي بيحوطنا واحدة من الامور يلي بتحاوت المؤمن بالرب يسوع المسيح هن الملائكة والرب بده اينا نعرف عن الملائكة اكيد ما بنعبد الملائكة لانه هن خدام مرسلين من الرب نحن عيوننا على الرب هو رب الجنود الملائكية نحن ناخد اوامرنا من الرب لانه نحن اصلا اعلى من الملائكة بالمسيح يسوع بس ما فينا نتجهلون لانه هن من طرق الرب لتحقيق مقاصده فهيدا اكرام للرب لما نكرم تصميم الاله تابعه للامور لما ننتبه لسقافة الملائكة تابعه ونينة ونعرف فيها فهيدا احترام للخالق احترام لبين السماوة ما نرفض المرسلين منه يعني الكلمة بتقول مبارك القاتي باسم الرب فالملائكة هن مباركين لا لانه نجيين باسم الرب فمبارك القاتي باسم الرب برسالة العبرانيين لاصحاح الاول الاية 14 هادي دايما اغلب المشاركات عن الملائكة بيستعملوا هادي الاية وحلو تحفظها لانه اي مفتاح عن الملائكة اكيد في كتير مراجع عن الملائكة بيكتب المعدس بس هادي من الاهم اذا بدك او من الاوضح بتقول اليست الملائكة كلها اليست الملائكة كلها كلها ارواحا تعمل في خدمة الله اليست هي مرسلة لخدمة الذين سيريثون الخلاص فاذا اول شي هي ارواح تعمل في خدمة الله بتقول لي توني انا ما عمشوف ملائكة هلا بالمبدأ هني ارواح والروح ما فيك تشوفها ممكن الرب مرات يعطيك رؤة او احساس انه في ملائك بالاوضة او ممكن اذا بعيون مفتوحة تشوف لانه بيصير فيها هيك اختبارات بس بشكل عام البار بالايمان يحيى نحنا نؤمن انه في ملائكة حاولنا ونؤمن لما الرب الروح الادوس بيقلنا انه في ملائكة هلا لا اطلاق الشفاء الالهي تفاعلوا معا تعاونوا معا يعني كله عبر الايمان يعني نؤمن انه مخاطين نؤمن انه الرب باجتماعات معينة بوقت صالة معين او بوقات مخاطر معينة نؤمن انه كمانا ترسل هاي الملائكة مش بس محاطين انما بيكون عندها ارسلية معينة خلاصة معين لانه مرسلة لخدمة الذين سيريسون الخلاص فكتير مهم نعرف روحيا شو محوطنا متل ما منعرف ماديا شو محوطنا فالملائكة هنه جزء من الملكوت الملائكة هنه جزء من حياتك خيو اختي لانه انت صرت بالملكوت صرت خاصة المسيح وما يخص المسيح بخصك لانه اعطانا ميرافو اللي اعطانا ابنه الوحيد الا يعطينا ايضا معه كل شيء فاذا اعطانا المسيح الاب السماوي معقول ما يعطينا ملائكة يعني انفحاطنا بالرب بالمسيح انه عطانا الاغلى ما رح ننفحد باشيه ادنى الاكيد حلو ننبهر ننبسط هايدي كلها من تعابير محبة الرب لقلنا بس المدهش اكتر هو يسوعنا ومسيحنا يلي حبنا حتى المنتهى ومات من عجلنا غفرنا خطيانا اعطانا حياة ابدية فهو الدهش عيوننا على الرب لانه هو وحده المخلص واصلا بنقرأ بالايات السابقة بنفس المقطع انه المسيح هو الوحيد يلي اسمه يفوق كل اسماء الملائكة معا هايدي كتير مهمة كلها يعني عداش الملائكة مهمين ومقتدرين بالقوة ولكن اسم يسوع المسيح هو اعلى واعظم من اسماء الملائكة كلها مش تمع معا بتقول الكلمة بعبران واحد اربعة قال يسوع فصار ارفع منزلة من الملائكة بمقدار ارتفاع الاسم الذي اخذه عن اسمائهم يعني الملائكة كتير مهمة وقوية ولكن الرب هو الاعظم اسم يسوع هو الاعظم فتركيزنا عليه بس نفس الوقت لازم نعرف كمان انه في ملائكة محاطين بالملائكة الرب بيعطينا اعلانات عن الملائكة بيعطينا تمييز للارواح لهوض الملائكة اللي جايين يخدمونا لنتفاعل معن مرات بيكونوا جايبين رسالة معينة من الرب مرات يمكن جايبين حضور الرب او لمسة من الرب او بركات معينة من الرب ف يعني عندهم ارسالية مستمرة فهيدي هيك سريعا بس تشهيك تعرف اكتر عن هيدا الموضوع فيك تدرس الكتاب المقدس فيك تقرأ كتب اكيد مبنية على الكلمة مش كتب فيها اختبارات غريبة عجيبة ما بنعرف اديش الصحيحة لهوديا يعني خلينا نبلش بالكتاب المقدس وفينا نقرأ حده كتب اختبارات بس نوسق انه هيدا الكتب مش وهم مش تضليل لانه فيه اختبارات اكيد فيه اختبارات روحية ونبوية عم بتصير بتتعلمنا بتساعدنا بتحفز ايماننا اكتر بس كله موجود اولا بالكتب المقدس والرب بده يكتعرف عن الملائكة بالعاد القديم في قصة كتير حلوة لنبي اسمه عليشع كان نايم مرة بالخيمة وكان خاد مجيحة زي معه وبيوعه وبيلاقه جيش عدو عم تتخيل المنظر جيش من الاعداء جايين كلهم مجمعين بالاسلحة التقيلة كرمال ياخدوا نبي شوف قديش خطر الواحد يكون نبي بدك تكون نبي خي فعرف انه اليحاربونك ولكن لا يقدرون عليك فاجه ليخدو وبيقل جيحة زي خدمه للنبي عليشع قم قم شوف هالمنظر خلص رحنا رحنا في دهية بقل له عليشع لجيحة زي طول بالك وبيصلي له النبي عليشع بقول يا رب افتح عينيه هاي هي كلمتين افتح عينيه وبيشوف جيحة زي انفتح تعيونه اكيد لانه الرب سمع صلاة ليدا الملاك وبيشوف انه واو في ملائكة حول الجبل مجمعة لحماية عليشع فبيقل له عليشع الذين معنا اكثر من الذين معهم وبنكمل بنشوف الانتصارات اللي صارت بالقصة كيف انه ما رح خبرك كل القصة لتتشوق تروح تقراها بس بنشوف كيف هيدا النبي خطوة بخطوة كان عم بيصير بموكب النصرة كل حين لانه لما السماء بتكون معك انت منتصر انت اعظم من منتصر فربي يباركك ويباركيك بصلي انه هاي المشاركة تكون هيكي بوقتها للك وشجعتك وحفزتك تعرف اكتر عن الموضوع وبصلي يارب افتح عينيه للك ولليك وإلى اللقاء